إلى الملف اليمني حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتلى أربعين عنصرا من مقاتلي جماعة الحوثي في قصف مدفعي لها على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب هذا وفاد مراسل العربي باشتداد وطيرة المعارك في مأرب بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف فيما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين عسكريين في الحكومة اليمنية اتهامهم الحوثيين باستخدام النازحين المقيمين في أحد مخيمات منطقة صراح في مأرب دروعا بشرية وقد أعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع جديدة شرق محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ومن عدن ينضم لي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد جواس أهلا بك سيد محمد كل العيون على مأرب إن استطاع الحوثيون انتزاعها فهم سيسيطرون على آخر معاقل الشرعية في شمال اليمن وبالتالي ستجد الشرعية نفسها بين فكي كماشة إن صح التعبير الجنوب المدعوم من الإمارات الانفصاليين الجنوبيين والشمال الحوثي المدعوم من إيران لأي درجة ستتمكن من الصمود عسكريا ضمن هذا الظرف بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتمنى أن يصمد الكيش الوطني في مأرب والقبائل هناك تصمد في هذه الرقعة الجغرافية الأخيرة من شمال اليمن وبالتالي يجب أن نعرف أن هناك حسابات أو ربما بعد إذا سقطت مأرب لا قدر الله ستكون هناك حسابات أو تسويات أخرى الحل السياسي الذي يحمله المبعوث الأمريكي إلى اليمن المعين مؤخرا واضح أنه تم تسريبات منه كثيرة أو يفتهم أو هناك شواهد كثيرة بالنسبة للآليات آليات الحل وهي جعل الحل في أزمة اليمن والحل في الملف في الانتفاق النووي الإيراني مع الإدارة الأمريكية عبارة عن ملف واحد أو حل واحد بشكل متوازي مع بعض وهذا الأمر مرفوض بالنسبة قد صرحت فيه لخارقية الإيرانية في هذا الصدد أنها تريد أن يكون الحل بين الحوتيين والمملكة العربية السعودية كأطراف رئيسية وهذا الأمر غير مقبول السعودية أنه ستصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل دعنا نعود إلى الميدان إلى الأرض إن صح التعبير فيما يتعلق بمأرب هناك اتهامات من قبل حزب الإصلاح على الأقل السعودية بالمسؤولية الكاملة عن الفشل في مأرب البعض حتى يمضي للحديث عن صفقة محتملة بين الحوثيين والسعودية بتسليم مأرب مقابل التعهد بحماية الحدود الجنوبية للسعودية المتاخمة لليمن لأي درجة مثل هذا السيناريو ممكن على المستوى العسكري والأمني وكذلك على المستوى السياسي بتقديرك أعتقد أنا شخصيا أن هذا الأمر مستبعد لماذا؟ لأن الأمريكا العربية السعودية ربما تجاهلت بعض الأمور التي هي عدارة المعاركة الجيش الوطني أو القيادة السياسية أداة النفوذ خاصة في حزب الإصلاح في مأرب عدارة الحرب هي والمملكة العربية السعودية حتى لو رأت هذا الكلام غلط أو طريقة خاطئة لكنها تقاضت عن الأمر ومشية الأمور هذه ست سنوات من الفشل الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذه الإدارة للحرب من قبل الجيش الوطني كانت تحت تصرف قيادات عسكرية ربما لا ترتقي إلى مستوى العدارة الصحيحة للحرب أو معرفة تامة للحرب ولهذا ممكن نكون الاستراتيجية حق التحالف لم تتغير لم تتغير هذا شيء من الخطأ الكبير ربما تغير قائد القوات المشتركة هنا قبل حوالي سنة إلا أن القائد ربما تغيرت أشخاص وليست استراتيجية كان المفترض أن تغير استراتيجية هل استراتيجية القوى النفوذ في مأرب رفضتها أو عاقتها أو أنها لم تكن أصلا فينك استراتيجية التحالف فهذه الأمور تفاصيلها لا نعرف لكن هنا خطأ كبير حدث يتحمله القوى النفوذ في مأرب والجيش الوطني وأيضا التحالف والمملكة العربية السعودية في هذا الأمر وهذا كلام لا يقدر ينكره أي شخص المسؤولية طيب سيد محمد على الرغم من رحل حرب الدائرة في مأرب لكن الحل السياسي ربما هو أكثر العبارات التي تتكرر عند الحديث عن اليمن تحديدا على لسان المبعوث الأممي والقوى الدولية الفاعلة يعني ألا يضع توجه الحوثيين نحو مأرب بعد أيام من رفعهم من قوائم الإرهاب على يد جو بايدن وبعد المبادرات حسن النية الأمريكية ألا يضع الحل السياسي وإمكانية الحوار مع الحوثيين موضع تساؤل وشك كبيرين مضبوط هذا الكلام مضبوط بل أن أحداث الأخيرة على التصعيد العسكري للحوثيين باتجاه مأرب وحتى باتجاه المملكة يعني مؤشر خطير للعملية السياسية بشكل عام أنها تفشل هذا العمل التصعيد العسكري للحوثي هو خطير بدرجة كبيرة أنه يفشل حتى كل الحلول أو التصورات التي في رأس المبعوث الأمريكي ولهذا هناك يستغل هذا الموقف الحوثي وهناك كما أعترف كما صرح المبعوث الأمريكي هناك خنوات خلفية للتواصل مع الحوثيين وهذا أمر فيه اعتراف سياسي لسلطة أمر واقع لكن الهجوم يريد شيء جغرافيا إضافة إلى التسوية يريد أمر إضافة إلى التسوية لا أعتقد منه التعطيل ولكن هناك اتصالة أمريكية ربما هدأت الأمور خلال 20 ساعة لكن التحشدات والتعزيزات مستمرة بكل الطرفين وربما يستأنفوا القتال خلال الساعات القادمة لكن هذا اعتراف قنوات الأمريكية مع الحوثيين ورفعهم من قائمة الإرهاب هذا اعتراف سلطة أمر واقع وما يريد الحوثي هو التحسين للملف بشكل عام بالتسوية وهذا أيضا يجب أن نعرف أن هذا التصعيد خلفه رفضا إيرانيا لهذه التصورات الأمريكية وبالتالي الإيرانيين لا يقبلون أن تدخل الأذرع الإيرانية ضمن الملف النووي لا يقبلونها أيضا لأنه يخسرون كثيرا من نفوذهم في المنطقة نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد جواز اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر